يدخل الوضع في قطاع غزة مرحلة جديدة على ما يبدو تتمثل بغياب أبسط مقومات الحياة جراء القصف المتواصل وخنق القطاع المحاصر بمنع إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إليه صعوبة الوضع في غزة يعكسه قرار وكالة الأمم المتحدة لغوت وتشغيل الفلسطينيين الأنروا بأنها ستضطر إلى تعليق عملياتها في القطاع إذا لم تحصل على الوقود بشكل عاجل وهذا النوع من المساعدات تواصل إسرائيل منع إدخاله ما تخشى منه الأنروا يمتد أيضا إلى منظمة الصحة العالمية التي تقول أن الوضع في غزة سيصل إلى مرحلة الكارثة إذا لم يصل المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في هذا الصدد إلى أن عدة مشافي في غزة باتت خارج الخدمة داعيا إلى توفير ممر آمن إلى مصر لنقل المرضى لتلقي العلاج خاصة للحالات الحرجة ما يحدث في غزة من قصف ووضع إنساني متدهور أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غاترش بأنه انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي مؤكدا أن خمسة وثلاثين من موظفي الأمم المتحدة قتلوا جراء قصف إسرائيل لقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر لصورة أقرب وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من غزة مراسل الشرق عادل أزعنون ومن رامالله مدير مكتب الشرق محمد دراغمة أهلا بكما ويعطيكما ألف عافية عادل ومحمد عادل أبدأ معك إذن ما يعني جديد الصورة في غزة لنحية التطورات الميدانية وأيضا لنحية الوضع الصحي المتدهور مع كل ما ذاكناه قبل قليل قبل قليل كانت واحدة من أعنف الغارات في محيط مستشفى الناصر هناك العشرات ما بين ضحايا ومصابين ينقلون في هذه الأثناء بعض الجثث متفحمة وبعضها متقطعة أشلاء نقلت للتو إلى هنا إلى هذا المستشفى وهذه القنابل على ما يبدو التي ألقيت على هذين المنزلين في المنطقة الغربية لخنيونس جنوب القطاع خلفت سحابة كبيرة من الدخان حتى غطت المستشفى معظم مناطق المستشفى والمحيطة أي مستشفى ناصر هذه الغارات ترافقت مع سلسلة من الغارات في الساعة الأخيرة في رفح في خنيونس في النصيرات في جباليا في أحياء مدينة غزة وكأن هذه الليلة ربما تكون الأكثر عنفا مما كان عليه الوضع في الأيام الماضية وزارة الداخلية تتحدث عن أن قنابل فسفورية تلقيها الطائرات الحربية أو ألقتها الطائرات الحربية على مخيم جباليا وأحدثت حرائق هائلة في مناطق مختلفة في المخيم وتقول وزارة الداخلية أن المرة الثانية التي تستخدم أو تلقي القنابل الفسفورية هذا اليوم وكان الإعلام الحكومي تحدث عن أن الطائرات الحربية ألقت ما مقداره نحو 12 ألف طن من المتفجرات والمتفجرات الشديدة والخطيرة على قطاع غزة على الأقل حتى هذا اليوم وهذه الأرقام تقديرية بالنسبة للإعلام الحكومي حصيلة الضحايا لهذا اليوم في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة ربما تزيد عن الثمانمائة ومئات آخرون أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم المئات العشرات من ذوي الحالات الخطرة أو الحرجة جدا مئات المنازل في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة استهدفت استهداف مباشر من بين هذه المنازل العشرات كانت تؤوي عددا من النازحين ولذلك كان عدد الضحايا كبير في الأربعة والعشرين ساعة عدل القطاع أصحي أيضا في غزة إلى تدهور أكبر وزيرة أصحة الفلسطينية تحدثت عن خروج ثلاثة مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل هل من جديد أيضا في هذا الإطار؟ نحن نتحدث الآن عن مستشفيين رئيسيين فقط بقي رمق لديهما مستشفى ناصر في خنيونس أكبر مستشفيات الجنوب ومستشفى الشفاء في غزة أكبر مستشفيات القطاع لا زال المستشفيين يعملان بطاقة لا تزيد عن 5% كما تقول وزارة الصحة لا وقود للمولدات التي تشغل أو تولد الطاقة وتشغل هذا المستشفى يعمل الآن بطاقة قليلة جدا الطاقم الطبي يعاني بشيء كثير أضعاف مما كان عليه في الأيام الثمانية عشر الماضية على اعتبار أن كل المستلزمات الطبية والعلاجية باتت قد نفذت كما تقول وزارة الصحة وبالتالي هم يعملون أو يحاولون يقاتلون يكافحون من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذ من هؤلاء المصابين الذين يصلون تباعا إلى المستشفى على سبيل المثال آخر الغارات العشرات وصلوا مرة واحدة وهذا يشكل عبئ كبير وكبير جدا على الطاقم الطبية التي باتت منهكة ومنهكة جدا على الرغم من أن الوزارة دعت الأطباء في بيوتهم والممرضين أن يتطوع وجاء العشرات بل المئات لكنه لا يكفي أمام هذا العدد الهائل والضخم من الأضحايا والمصابين في ظل لا شيء من الإمكانات نشاطها بالكامل الأربعاء يعني الأربعاء غدا تقول الأنروا أو تنبه إلى أنه ستوقف نشاطها بالكامل في القطاع إذا لم تتزود بالوقود ماذا يعني هذا على الأرض يعني تحذير الأنروا من نفاذ الوقود وتوقف عمليات الأنروا هذا من أخطر ما يكون لأن الأنروا هي المسؤولة عن توزيع المساعدات هي المسؤولة عن إدارة مراكز الإيواء في كافة المدارس مراكز الإيواء تقوي نحو مليون ونصف المليون من بينهم 140 ألف تقريبا في المشافي والمساجد والكنائس والباقي هم في مدارس الأنروا بمعنى أنها مسؤولة عنهم هي تقدم الشيء القليل وفقا لإمكاناتها المتواضعة والبسيطة جدا لكنها تقدم تساعد بتقديم الكهربات والمياه وأيضا في بعض الأحيان البطاطين وبعض المستلزمات الطبية والغذائية وإن كان محدود لكن توقف هذا يعني بالنسبة للنازحين كارثة كبرى تحل نعم قبل قليل البيت الأبيض خرج وصرح أنه سيواصل العمل مع شركاء في المنطقة لإيصال الوقود إلى غزة أنتقل إلى رامالله وإلى محمد ينضم إلينا من هناك محمد مرحبا بك من جديد يعني بينما كنا نتابع مجريات جلسة مجلس الأمن أيضا كنا نتابع زيارة لرئيس الفرنسي إمانويل مكرون زارة تل أبيب وزارة رامالله بخلاف طبعا الزعماء الغربيين السابقين الرئيس الأمريكي وأيضا رئيس الوزراء البريطاني وأيضا المستشار الألماني ما تفاصيل زيارة مكرون إلى رامالله؟ نعم هنا نظر إليها باهتمام لافت لأنها لأنه أول مسؤول غربي تتأقدم مدينة رامالله منذ اندلاع الحرب وبالتالي يعني الفلسطينيون السلطة الفلسطينية تنظر إلى فرنسا على أنها دولة مختلفة من ناحية مقارباتها السياسية مختلفة عن الولايات المتحدة عن ألمانيا عن بريطانيا وكان لها مبادرات سابقة منها في العام 2017 عندما دعت إلى مؤتمر دولي للسلام اليوم الرئيس محمود عباس جدد دعوة الرئيس الفرنسي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإلى إقامة تحالف دولي من أجل إقامة السلام لكن الرئيس الفرنسي طرح مبادرة أخرى قال نريد أن نقدم مبادرة للأمن والسلام للأمن والسلام تبدأ النقطة الأولى فيها محاربة المنظمات الإرهابية ومن بينها حركة حماس واعتبر حركة حماس إرهابية وذكر أن 30 من القتلى الإسرائيليين هم يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي قال أن فرنسا هي ضحية لهذا الإرهاب وبالتالي واضح أن فرنسا تأخذ خطا متشددا ضد حركة حماس ومعروف أن حركة حماس هي الحركة الرئيسية السياسية عند الفلسطينيين وهي تمثل المينستريم الطيار المركزي في الشارع الفلسطيني وبالتالي استبعادها ومحاربتها سيترتب عليه نتائج سياسية منها تضييق فرص العمل الدبلوماسي لصالح الموضوع الفلسطيني لكن الجانب الذي نظر إليه الفلسطينيون بإيجابية أنه تشديده على أهمية حماية المدنيين وقت الحرب بأنه يعطي إسرائيل حق ما يسميه الدفاع عن نفسها لكن بنفس الوقت هذا لا يتضمن إيذاء المدنيين الفلسطينيين والمس بهم وتقييد دخول الوقود ودخول المواد الهدائية والمواد الإغاثية تحديدا للمستشفيات أنه اليوم لا دعوات غربية لوقف إطلاق النار هناك ووفقا لما تبعنا في جلسة مجلس الأمن هناك دعوات عربية حاسمة وواضحة لوقف إطلاق النار ولكن من الجهة الغربية لا دعوات لوقف إطلاق النار البيت الأبيض قبل قليل قال وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوفيد حماس فقط إذن هذا أمر لا يتم الحديد فيه أبدا من أي دولة غربية إسرائيل تتمتع بغطاء دولي واسع من أجل مواصلة الحرب على قطاع غزة هذا التفويض لمحاربة حماس لكن إسرائيل تحارب عمليا المواطنين في غزة الهجمات وفق تقارير مراسلنا عادل الزعنون واضح أنها تستهدف المدنيين تستهدف حتى مراكز الإيواء شقق الإيواء منازل الإيواء التي يتكدس فيها المواطنون كل شقة صغيرة تضم العشرات من المواطنين الهاربين من المناطق المستهدفة وبالتالي جرى استهداف مناطق أخرى اليوم لم تكن مستهدفة في السابق ووقع مئات الضحايا في أقل من يوم واحد أكثر من 700 فلسطيني كتلوا في قطاع غزة جلهم من المدنيين بالنسبة للمقاتلين حركة حماس لديها رقم معلن أكثر من 40 ألف مقاتل هؤلاء يعني تحت الأرض كذلك الجهاد الإسلامي عندها عشرات أكثر من 10 ألاف مقاتل والجمع الشعبية وغيرهم اسمح لي محمد أن أقاطعك وأنوه لي هذا العاجل أنوه لي هذا العاجل عن التلفزيون الفلسطيني عشرات القتلى والجرحة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس ومن هنا أنتقل أو أعود لعادل عادل هل لديك أي تفاصيل؟ طيب فقدنا الاتصال بعادل ربما نعود لعادل في مداخلة لاحقة لنتوقف عند تفاصيل إذن استهداف جديد للجيش الإسرائيلي أو للقصف الإسرائيلي محيط مستشفى ناصر في خان يونس بحسب التلفزيون الفلسطيني أشكرك محمد على كل هذه التفاصيل وسنبقى بلمتابعة معك بلا شك وبكل تأكيد نعود لك في مداخلات لاحقة من رمالة مدير مكتب الشرق محمد دراغمة شكرا لعادل الزعنون من غزة